مفاجأة زين الدين زيدان يهز العالم بما قاله عن انتقال أشرف حكيمي إلى ريال مدريد ويتوقع له النجاح والتألق رفقة العملاق الأسباني المرينجي الريال مزيد من التفاصيل وتصريحات زيدان كاملة ولكن كالمعتاد ساروخ لايقاتك ساروخ اشتراكاتك في القناة وما تنساش يا متابع يا عظيم يا كبير تفعيل زر الجرس أهم شيء طبعا كلنا ما ننساش ان زين الدين زيدان هو اللي طلع أشرف حكيمي من ناشئ ريال مدريد إلى الفريق الأول وأيضا كلنا ما ننساش ان زين الدين زيدان بعد مطلع أشرف حكيمي إلى الفريق الأول ادال الفرصة وحكيمي ظهر بمستوى عظيم مع فريق ريال مدريد الأول زيدان النهاردة أبدى سعادته باقتراب أشرف حكيمي من العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد حيث أكد زيدان بأنه يرى بأن أشرف حكيمي حاليا هو أفضل باكي من في العالم بلا أي منافس وبفارق شاسع عن أقرب المنافسين أيضا زين الدين زيدان أكد بأن أشرف حكيمي هو الحل المثالي لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الملكي ريال مدريد زيدان أيضا كان ليه تصريح سابق أيام مشاركة المنتخب المغربي في أمم إفريقيا لازم أسترجعه مع حضراتكم من خلال هذه الحلقة حينما قال زيدان إذا استمر أشرف حكيمي على المستوى العظيم الذي يقدمه فأتوقع له أنه سيصبح من بين عظماء اللعبة في مركز الباك اليمين في نهاية حديثه تمنى زيدان كل التوفيق والنجاح للأسد الأطلسي المغربي أشرف حكيمي مع الريال